موسيقى الرئيس السيسي وجهه بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعالمين ويتابع دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مدبول يلتقي مسؤولي شركة أفاتشي الأمريكية للنفط والشركة تعلن استثمار 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل الدنمارك تعلن اعتزامها تزويد أوكرانيا بتسع عشرة مقاتلة من طراز F-16 وتسليم الدفع الأولى بداية 2024 التاسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانج مشرأة إخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون مصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال مع تركيز على قطعي الصناعة والزرعة جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفي اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد باس الرحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صرح المستشور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تنوى العرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لا سيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الوعدة والتنفسية على مستوى المحافظات وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتنهية الصغر على نحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطط الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل الجهري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنفسيته كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تأهيل مدري المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في حامل أمانة هذه المسئولية الكبيرة وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجية للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة خاصة العنصر البشري وإلائه الأهمية التي طليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل تقوم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتمايز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويصهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين أكد رئيس مجلس الوزراء مصافا مدبولي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة شركة أباتشي الأمريكية في مصر وخلال لقاء عقدة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤول الشركة لاستعراض خطتها في مصر خلال الفترة المقبلة أكد مدبولي التطلع لضخ الشركة المزيد من الاستثمارات الجديدة وكذلك توسع في الأنشطة الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع من جانبها أكد رئيس التنفيذي لشركة جون كريستمان أن الشركة تعتزم استثمارا نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام القادم شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير الصناعة وأنه السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم للتذيير أي عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة لافتا إلى اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطنية رحبت مصر بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي والمستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للكوات المسلحة الليبية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية تمنت مصر ما تضمنه البيانة من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي وكذلك تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة ستة دائد ستة بعد استكمال أعمالها بالإضافة إلى دعوة رئيس بعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسية تحرص مصر على أن تكون مساعي الحل في ليبيا نابعا من الأطراف والمؤسسات الليبية استضفت مصر مرات عديدة وفودا ممثلة للقوى الاجتماعية والمؤسسات الليبية من أجل التوصل إلى توافق على جميع القضايا العالقة وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هدف تسعى إليه مصر من أجل ليبيا قوية موحدة مصر بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على المشاركة بفعالية في المشهد الليبي لاعتبارات عدة أهمها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي يعد بالنسبة لمصر قضية أمن قومية مصر كانت وتظل هي الداعمة لمسارات التهدئة والحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية فضلا عن المساعي المصرية لحشد مزيد من التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا عملت مصر بقيادة الرئيس السيسي على احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية حيث وقفت كحائط صد منيع أمام محاولات بعض الدول لتقسيم ليبيا والتأكيد على ضرورة إعادة اللحمة للشعب الليبي كما التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم ومساندة المؤسسات الليبية الدستورية من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية واستعادة سيادتها كاملة وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية وإبعاد المرتزقة وغيرهم وإنهاء التواجد العسكري غير الشرعي لأي طرف كان والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية وسعت دائما إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية في مجالات الاهتمام المشترك الرئيس سيسي كان حريصا منذ تولي الحكم على حل الأزمة الليبية وأن تكون مساعي الحل نابعة من الأطراف والمؤسسات الليبية لذا استضافت مصر مرات عديدة وفودا ممثلة للقوى الاجتماعية كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية ومؤسسات كالبرلمان الليبي والجيش الوطني وحكومة الوفاق القاهرة استضافت كذلك الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمصار الدستوري الليبي وانتهت الجولة إلى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي هذا وتواصل مصر دورها من خلال العمل مع جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية لوقف أي تصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف لتظل مصر دوما هي المدافع الأول عن مصالح الدولة الليبية أكد وزير الخارجية سمح شكري حرص لجنة الاتصال الوزرية العربية المعنية بالسوريا على التكمال المهمة المنوطة بها من أجل توصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه شكري من المبعوث الأممي الخاص بالسوريا جير بيدرسن حيث بحث الجانبان مخرجات اجتماع لجنة الاتصال التي انعقدت بالقاهرة كما اتفقا على ترتيب لقاء تنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم من جانبها أعرب بيدرسن عن تقديره الكبير لجهود مصر من أجل تسوية الأزمة في سوريا مشيدا بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية وأكد عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية للبناء على ما تم توصل إليه في اجتماع اللجنة الأخيرة أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من خطته لتطوير شرقي القدس المحتلة تعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها وتعزيز الاستيطان وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الخطة الإسرائيلية تأتي في ظل استمرار الحرب المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها مشيرة إلى محاولة الاحتلال إغراق المدينة بالاستيطان من كل الجهات وعزلها تماما عن محيطها الفلسطينية تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة بن نايجر أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوذ ثلاث سنوات محذرة من أن أي هجوم يستهدف البلاد لن يكون سهلا على المشاركين فيه جاءت تلك التحذيرات مع وصول وفد من جماعة دول غرب أفريقيا إكواس إلى نيامي في مسعى ديبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن تدخل عسكرية تطورات متلاحقة تشهدها الساحة الداخلية والخارجية فيما يخص الأوضاع بن نايجر منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي حيث بدأت الأزمة هناك باستيلاء مجموعة عسكرية على السلطة المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أعلنت أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات محذرة من أن أي هجوم يستهدف البلاد لن يكون سهلا على المشاركين فيه ونددت تلك المجموعة العسكرية بما وصفته بالعقوبات غير القانونية التي فرضتها دول غرب أفريقيا إيكوس على النيجر منذ الاستيلاء على السلطة تحذير وتنديدات المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة جاءت متزامنة مع وصول وفدي إيكوس إلى نيامي عاصمة النيجر في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري حيث التقى الوفد مع الرئيس محمد بازوم إلى ذلك يستمر انقسام المجتمع الدولي بين من يرغب بتدخل عسكري ومن يفضل التفاوض حيث حذر مجلس الاتحاد الروسي من أن الأوضاع في النيجر قد تتحول إلى حرب واسعة النطاق إذا حدث أي تدخل عسكري يأتي ذلك بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية وصول سفيرة واشنطن إلى نيامي لتسريع الوصول إلى حال سياسي إلا أن الولايات المتحدة أكدت أن وصول السفيرة لا يعني أي تغيير في سياستها مضيفة أن السفيرة لن تقدم أوراق اعتمادها في الوقت الراهن وأن مهمتها ستركز على الحفاظ على النظام الدستوري إلى الملف الروسي الأوكراني حيث وصل الرئيس الأوكراني فولادي ميرزلنسكي جولته في شمال أوروبا حيث وصل إلى الدنمارك بعد زيارته لهولندا وأشد بقرار تاريخي اتخذته الدنمارك وهولندا بتزويد بلاده بمقاتلات F-16 الأمريكية وفور وصوله التقى زيلنسكي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فردريكسن التي أعلنت اعتزام بلادها تزويد أوكرانيا بتسع عشرة مقاتلة من طراز F-16 على أن يتم تسليم الدفع الأولى بداية عام 2024 كان الرئيس الأوكراني فولادي ميرزلنسكي قد أعلن اتفاقه مع رئيس الوزراء الهولندي ماركروتا على عدد مقاتلات F-16 التي سيتم منحها لبلاده وأضف الزلنسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي ماركروتا أن مقاتلات F-16 ستحقق نتائج جيدة لأوكرانيا وأوروبا بأسرها اتفقنا مع رئيس الوزراء الهولندي ماركروتا على عدد طائرات F-16 والذي سيتم منحه لأوكرانيا بعد تدريب طيارين والمهندسين في كل مرة تحولت فيها قوات الدفاع الأوكرانية إلى نوع جديد من الأسلحة شعور ما أن هذه الحرب تقترب من نهايتها بانتصار الشعب الأوكراني ستعطي مقاتلات F-16 بالتأكيد طاقة وثقة جديدة ودافع للمقاتلين والمدنيين أنا متأكد أنها ستحقق نتائج جديدة لأوكرانيا وأوروبا بأكملها أبلغ رئيس الوزراء الهولندي ماركروتا رئيس الأوكرانية فولودي ميرزلنسكي أن هولندا والدنمارك ستقدمان مقاتلة F-16 إلى أوكرانيا هذا فرعت أن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد استفاء شروط غير محددة بالطبع نحن نبحث فيما إذا كان بإمكاننا توفير الطائرات أو أنه لا يزال يتعين القيام بأشياء لتحديثها لذا لا يمكنني تحديد الرقم الدقيق لكننا نعمل على ذلك في غضون هذا يتعين علينا العمل على البنية التحتية للتأكد من أن هبوط الطائرات وإقلعها يمكن أن يتم في أوكرانيا بطريقة آمنة لأن طائرات F-16 طائرات حساسة للغاية وعلينا التأكد أن جميع عناصر البنية التحتية قد أعدت أعلن وزير الدفاع الأكراني أليكسي رزينيكوف بدأ تدريب الأكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 وفي تصريحات له قال رزينيكوف أنه لا يعرف بعد الوقت الذي سيستغرقه تدريب المهندسين والفنيين على الطائرة المقاتلة مرحلة جديدة تدخلها الأزمة الأكرانية مع بدء تدريب القوات الأكرانية على طائرات F-16 الأمريكية التي ترى فيها كييف التحول الكبير في أزمتها مع روسيا وزير الدفاع الأكراني أليكسي رزينيكوف أعلن أن تدريب الأكرانيين على تشغيل المقاتلة الأمريكية سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول وأشر إلى أنه سيمنح القوات الأكرانية قوة إضافية لتعزيز هجومها المضادة ومن المقرر أن يبدأ تحالف يضم 11 عضوا من حلفاء أوكرانيا في الغرب تدريب الطائرين الأكرانيين في وقت لاحق هذا الشهر على أن يكونوا جاهزين العام المقبل على استخدام الطائرة المقاتلة التي تعد واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة فاعلية في العالم حيث يمكن تسليحها بصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه وقادرة على الطيران بسرعة 2400 كم في الساعة وستسمح قدرات الاستهداف لطائرة F-16 لأكرانيا بمهاجمة القوات الروسية في جميع الظروف الجوية وفي الليل بدقة أكبر كما يعتقد أن أوكرانيا لديها عشرات الطائرات المقاتلة معظمها طائرات ميج تعود جميعها إلى الحقبة السوفيتية وتتفوق روسيا حاليا على أوكرانيا في السلاح الجوية هذا وتحتاج كييف إلى طائرات حربية حديثة للمساعدة في حماية أجوائها من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية ولدعم هجومها المضاد في جنوب وشرق أوكرانيا الذي لم يسفر حتى الآن إلا عن نتائج محدودة قال وزير المالية الألماني كريستيان لندنر إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها حوالي خمسة مليارات يورو سنويا وضف لندنر أن ألمانيا ستستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما اقتضت الحاجة لذلك وكانت ألمانيا قد أعلنت في مايو الماضي عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة أعلن الجيش الروسي أنه أحبط هجوما بمسايرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها في ثاني محاولة من كياف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين من جهة أخرى أغارت طائرة مسايرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسيجر بروسيا مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص حسب ما أعلن حاكم المنطقة كما ذكرت السلطات الروسية أن دفاعتها الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في روستوفا الواقعة في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات المضادة للطائرات أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلغورود المتخمة لأوكرانيا بينما جرى إسقاط 12 هدفا جويا لدى اقترابها من مدينة بيلغورود أفدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية استهداف ست وحدات مدفعية روسية في مواقع القنار وثلاث مواقع قيادة وثلاث أنظمة دفاعية مضادة للطائرات وأعلنت الهيئة أن السلاح الجو الأوكراني شن تسعة غيرات على مناطق تمركز فيها عناصر روسية وضربة واحدة استهدفت منظومة صاروخية مضادة للطائرات كما أوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت خمسة هجمات صاروخية وإحدى وستين ضربة جوية ونفذت سبعة وستين هجوما من طراز ميرز على مواقع لقوات أوكرانية ومناطق مامولة أكد رئيس بلدية مدينة ماريو فول أوليغ مارغون أن السلطات الروسية تبدل جهودا حتيتة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في المدينة وأشار مارغون إلى أن الجهود تتواصل لإعمار ماريو فول حيث تعمل السلطات الروسية على توفير مستلزمات المواطنين وبناء المنشأة الخاصة بالتدفئة لسيما مع عودة الكثير من السكان لمنازلهم وأضاف رئيس البلدية أن المدينة لم تشهد أي عمليات بناء أو تطوير للمستشفيات أو المدارس أو المباني السكنية خلال العشرين عاما الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن استضافة بلاد أهل القمة خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري بجوهنسبيرغ يعبر عن تطلعات القارة الأفريقية بأكملها وحول فرص مساعدة دول تجمع بريكسل القارة الأفريقية على الانتقال إلى المزيد من التصنيع أوضح الوزير أن هناك اتفاقات ومدكرة تفاهم تعقد مع الصين بشكل رئيسي لتقديم المساعدة من أجل زيادة الانتاج بالقارة أشارت تقديرات خبراء معهد زيد إي دابيو الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل أعواما أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي والأوروبي المتمثل في 2% وتوقع معهد وصول معدلة التضخم إلى 5.5% العام الجاري و3.3% في عام 2024 ونحو 2.5% في عام 2025 كان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد الأزمة في أوكرانيا وذلك بعد أعوام استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة أعلن البنك المركزي الصيني أنه يتعين على المؤسسات المالية الكوبرى وخصوصا البنوك الكبير المملكة للدولة زيادة القروض وتجنب التقلبات الحادة في الإقراض وخلال الاجتماع الذي عقده البنك والهيئة التنظيمية المعنية بالقطاع المالي في الصين مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك تمت مطالبة البنوك بزيادة عمليات الإقراض لدعم الانتعاش وقال البنك المركزي أنه يتعين على الهيئة التنظيمية والمؤسسات المالية تنسيق في الحد من المخاطر المرتبطة بديون الحكومات المحلية وتعزيز هذه المراقبة جمع جدد البنك المركزي التأكيد على أن السلطات ستعمل على تحسين سياسات الرهن العقرية أتسعى متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابعوا فيها موجة الحر الشديد تمتد لجنوب فرنسا وإعلان حالة الإنذار البرتقالي في عدة أقاليم يواصل الناخبون في الإكوادور الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة وسط موجة عنف غير مسبوقة مرتبطة بتجارة المخدرات في البلاد تجري هذه الانتخابات بعد 12 يوما على قتل صحفي سابق حل في المركز الثاني في استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت وستجرى دورة ثانية في 15 أكتوبر في حال لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بالغالبية المطلقة قال نائب رئيسة تايوان ويليام لي إن الانتخابات التي ستجرى في الجزيرة العام المقبل تشكل اختيارا بين الديمقراطية والاستبداد وأكدا أن الصين ليست هي من تقرر من سيفوز في الانتخابات وفي تصريحات له أضاف ويليام لي أن تدخل الصين في هذا الأمر يتعرض مع روح الديمقراطية في تايوان ويمثل إخلالا هائلا بالنظام الديمقراطي في البلاد مؤكدا أن باكين يجب أن لا تتير ضقة من لا شيء بسبب سفر قادة من تايوان إلى الخارج وشدد على أن تايوان ليست جزءا من الصين معربا عن استعداد بلاده لتواصل مع المجتمع الدولي وتحدث مع الصين في ظل ضمان الأمن أعلنت السلطات الأمنية الكورية الجنوبية أن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختلاق حسابات لأفراد كوريين جنوبيين يعملون في المناورات العسكرية المشتركة التي تنطلق غدا بين سول وواشنطن قالت شرطة كوريا الجنوبية أن قراصنة يشتبه في انتمائهم إلى كوريا الشمالية شن هجمات عبر البريد الإلكتروني التابع لموظفين يعملون في مركز محاكة الحرب التابع لسول وواشنطن تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتهديد بالرد من كوريا الشمالية هكذا أصبح الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات عدة كل من الكوريتين ترى في جارتها تهديدا صريحا على أمنها واستقرارها فسول ترى في التحالف مع واشنطن الملاذة الآمنة لحمايتها من تهديدات جارتها الشمالية وبيونج يونج ترى في تجاربها الصاروخية وسيلة الردع لجارتها الجنوبية وتستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإطلاق منورات عسكرية مشتركة وتدريبات خلال الساعات القادمة حيث من المقرر أن تستمر حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري في المقابل ردت كوريا الشمالية على هذه المنورات بصورة مختلفة هذه المرة حيث اتهمت تأسول مجموعة من القراصنة التابعين لبيونج يونج باستهداف التدريبات العسكرية السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية رغم أعلانها التأكد من عدم سرقة المعلومات المتعلقة بالجيش من خلال الهجوم الإلكتروني الشمالي إلا أنها أعرابت في الوقت نفسي عن مخاوفها من تكرار كوريا الشمالية لهجماتها السيبرانية في ظل التوتر الكبير الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية جيش كوريا الشمالية أعلن إطلاق طائرات حربية ووضعها في حالة تأهب وذلك ردا على خرق طائرات تجسس أمريكية المجال الجوي للبلاد معتبرا أن ما حدث يعد استفزازا عسكريا خطيرا بيونج يونج أكدت كذلك أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن السيادة الشمالية وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر بين الجارتين زرى رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا محطة فوكوشيما النووية المعطلة بينما تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في المنشأة بالبحر وبحسب مصادر حكومية يخطط كشيدا للقاء رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للمصايد غدا حيث لا يزال صيادون وبعض دول المجاورة يعارضون الخطة كما أدخلت الصين اختبارات إشعاع شاملة على وردات المأكلات البحرية اليابانية قال مسؤولنا صحيون في كوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن تخف دسل هذا الشهر مستوى عدوى فيروس كورونا إلى أدنى مستوى ليصبح الفيروس على قدم المساواة مع الأنفلوانزة الموسمية وأوضح المسؤولون أنه من المتوقع أن تعلن السلطات الصحية عن التخفيض المخطط له الأربعاء المقبل وأظهرت بيانات الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تباطئ معدلات الإصابة بالفيروس منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي كما ظل معدل الوفيات منخفضا أيضا أعلنت السلطات الفرنسية حالة الإنذار البرتقالي في عدة أقليم بسبب الحر الشديد الذي يعاني منه أكثر من 23 مليون فرنسية نظرا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها البلاد وتوقعت السلطات أن تتجاوز درجات الحرارة أربعين درجة مئوية في ودي رون السفلي في جنوب شرق فرنسا ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تسعة وأربعين أقليما في حالة إنذار برتقالية حيث امتدت موجة الحر إلى نحو نصف البلاد من أقليم راين السفلي شمال شرقي فرنسا إلى جيروند جنوب غرب البلاد مع درجات حرارة تتراوح بين 35 و 38 درجة مئوية اشتدت حرائق الغابات في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا ليرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإجلاء إلى 35 ألفا بينما حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة وأتت النيران على مساحة تبلغ نحو 140 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل حجم ولاية نيويورك تقريبا لا تزال صحب الدخان الكثيفة تغطي سماء شمال كندا وغربها حيث يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق نادرة الحدوث في هذه المنطقة الألاف من سكان إقليم كولومبيا البريطانية في كندا تلقوا أوامر إخلاء بعدما اضطرت سرعة انتشار حرائق الغابات سلطات الإقليم إلى إعلان حالة الطوارئ والإغلاق الجزئي لبعض أقسام طريق رئيسي يربط بين ساحل المحيط الهادئ وباقي أنحاء غرب كندا إقليم كولومبيا البريطانية الواقع في غرب البلاد شهد هبوب رياح قوية وعواصف رعدية جافة في الأيام الماضية بسبب تفاعل كتلة هواء بارد مع هواء الصيف الساخن مما أدى إلى اشتداد حرائق الغابات واندلاع حرائق جديدة ومع استمرار تدهور الأوضاع بسرعة أعلن رئيس وزراء الإقليم حالة طوارئ على نطاق الإقليم للتصدي للمخاطر ذات الصلة بالحرائق كذلك اكتاحت النيران منتجع بحيرة أوكاناجان الفاخر الذي استقبل في الماضي كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق تسبب بإجلاء 168 ألف كندي عبر البلاد وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق والمسجل في عام 1989 نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين لمحدود الدخل وأوضح المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارية اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على الوحدة السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية كما أكد المركز الأعلامي أنه يمكن للمواطنين تعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية تابعة للسندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للسندوق على الفيسبوك شاركت مصر في الجلسة الختمية لفعاليات مجموعة العمل الصحي لمجموعة العشرين والذي عقد في ولاية جوجارات الهندية وشهدت الجلسة الختمية إطلاق وثيقة مخرجات القمة والتي تضمنت التأكيد على دعم مجموعة العشرين للإطار العالمي للصحة وما يتبعه من تحقيق للمسواة والعدالة في امتلاك أدوات الأمن الصحي ومواجهة الأوبئة والجوائح كما تضمنت الوثيقة دعم مشروعات الصحة الرقمية والتحول للتقضي الصحي الشاملة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أطلقت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية تانوف في مركز دير مواس بمحافظة المينيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية وتضم القافلة العديد من التخصصات بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمة الطبية من إجراء الفحصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات القافلة تحتوي على 11 عيادة جميع التخصصات منها جلدية وصدر وبطنة وأطفال ونسة ورمض وأنف وأذن وفي خدمات زي معمل الدم والمعمل التفايليات وأشعة وبنعمل ندوات تسقيف للناس في الأهل القرية كمان صرف الأدوية مجاني والقفلة مجاني تماما من بداية قطع التسكرة والكشفات والمعامل والأشعة لغاية صرف العلاج في الأدوية لست الأدوية تحتوي على جميع الأدوية المتاحة للجميع التخصصات الموجودة معنا في القفلة انطلق الملتقى التوظفي للشباب والذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالدقة أهلية بصالة المغطى باستاذ المنصورة بالتعاون مع عدد من الوزارات ويهدف الملتقى إلى دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بالقدرات الشبابية وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن الملتقى التوظيفي تشارك فيه نحو سبعين شركتان ومؤسسة تعليمية وإنتاجية ويعمل على توفير أربعة ألاف فرصة عمل في كافة التخصصات سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم أو الأمداء تعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني فيه ملتقى توظيفي يمكن الأكبر من نوعه خلال فترة سابقة على محافظة أهلية بيوفر أكثر من أربعة ألاف فرصة عمل بالتعاون مع 78 جهة ومؤسسة وجامعة وشركات بالإضافة للتعاون ما بين المديريات التابعة زي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي أسمنا نفسنا فرق ولجان فيه لجان استقبال فيه لجان الأمن طبعا استقبال الناس في على البوابة وفيه لجان بتبقى فيه تنظيم إن هي بتقدر توزع الناس اللي داخل الأول طبعا بيتم توجيه القاعة اللي هم الباحثين للعمل في قاعة كبيرة مكيفة بيخش تسجيل إلكتروني يسجل نفسه على برضو مجموعة من المتطوعين وتسجيل كتابة برضو تسجيل ورقي وبعد كده بياخد رقم وبيستريح في مكانه وبعد كده بطريقة نظمية عن طريق مجموعة من المتطوعين بيتم نقلهم إلى طبعا الباحثين وطبعا مع يعمل انترفيو بشكل مباشر مع الـ HR بتاع الشركة طيقة توظيفي أتحلنا الفرصة إن احنا نقدم في محافظة الهلية في المحافظة بتاعتنا مثلا ما نروح مثلا مدارس أخرى ونمتحن احنا قدمنا ومنتظرين الرد إن شاء الله وبشكر مؤسسة حياة كريمة إنها تحطنا الفرصة شهدت محافظة أسوان اطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة جبل تقوق ضمن مبادرة حياة كريمة وتضم القافلة عشرة تخصصة طبية ومعملين للدم والتفايليات والأشع العادية وصيدلية يتوفر بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية تصرف بالمجان لجميع المترددين على القافلة كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية خدمة القوافل العلاجية المتنقلة هي عبارة عن مستشفى معيداني متنقل للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة على الخدمة الطبية نحن نحن ننفذ القافلة الطبية النهاردة في قرية جابل تابعة المركز أسوان على مدار يومين القافلة العياجية عبارة عن مستشفى معيداني متنقل نحن نضم عشرة تخصصات طبية مختلفة بتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في القافلة بيقوم بتوقيع الكشف الطبية على المواطن الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص معانا معمل التفايلات معانا معمل الدم معانا صيدلية فيها أكثر 130 صنف وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه المشرة أنباء الاقتصاد لدى سارة نجيد فدى لسارة شكرا لكم إيمان وليلا مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادي لتاسعة أهلا بكم أظهرت أرقام الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 66 مليار و700 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية وذكر جهاز الإحصاء أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 8 مليارات و900 مليون دولار عام 2021-2022 مقابل 4 مليارات و200 مليون دولار خلال العام المالي 2013-2014 وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 حيث بلغت قيمة استثماراتها مليارين و100 مليون دولار تليها في المرتبة الثانية الإمارات ثم إيطاليا والمملكة المتحدة استقبل رئيس هيئة قناة سويس الفريق أسامة ربيع السفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج يون يرافقه وفد رفيع المستوى بهدف بحث سبل التعاون المشترك وخلال اللقاء أعرب ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة سويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري لا سيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر وأوضح رئيس الهيئة أن قناة سويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة افتتح اليوم أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى محافظات الجمهورية وذلك داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللاجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المكتب أقيم على مساحة 120 متر مربع ويقدم متوسط أداء معاملات من 300 إلى 350 معاملة يوميا وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتسير الحصول على خدمات متميزة بيقدم المكتب كافة الخدمات للتجار من قيود أفراد شركات تأشيرات تجديدات شهادات محو شهادات سلبية مستخرجات المكتب متاح من 8.5 أو الخدمة متاحة من 8.5 إلى 2.5 وبنشتغل فترة الصهر من 3 إلى 6 مساء منطقة الجستالة تأنتر بتغيب أربع محافظات هي محافظة كفر الشيخ، محافظة المنفية، محافظة الغربية، محافظة المنصورة وجدنا في المنطقة الجستالة النهاردة والعائد بتاعه على المريض المصري وعلى السادلية النهاردة إحنا ما بقى عندنا منطقة الجستالة بالحجم ده 31 ألف متر متوقعة أن يتشيل في المرحلة الأولى بمليار جنيه بضاعة مليار جنيه بضاعة بتوزع على 8.000 سادلية 8000 فصلاة دليل في اليوم متوقع نطبع من 8000 فطورة نوزعهم خلال 4 محافظة دول وإلى سوق المال حيث ارتفعت مؤشرات الروسة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بنحو ملياري جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.221 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت مليار وستمائة مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 36 من 100% ليبلغ مستوى 18.033 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 35 من 100% ليبلغ مستوى 3641 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نتاقا والذي أضاف نحو 30 من 10% إلى قيمته ليبلغ مستوى 5369 نقطة في منطقة الخليج أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولاته فيما يترقب المستثمرين خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستنباط مزيد من الدلائل على موقف السياسة النقدية وارتفاع المؤشر الرئيسي للسعودية بنسبة 4 من 10% كما ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 1 من 10% كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ عن استحواذ الصين على نحو نصف الاستثمار العالمي البالغ 358 مليار دولار في الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات أو استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الطاقة الشمسية تأتي في المركز الثاني بنحو 25 مليار ونصف المليار دولار بنمو بلغت نسبته 75% على النصف الثاني من عام 2022 نهاية جولتنا الاقتصادية التاسعة والآن عودة من جديد إلى إيمان وليلة شكرا لك إسار أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ وأطلقت نموذج المدارس الوطنية للعلوم والتقنية بنظام أنتي أساس التكنولوجيا التدبيقية وذلك بتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة وتم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعية ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة ضنيات الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وأيضا القيام بتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية بضنيات المتخصصة في مجالي الخمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن ذكرت وكالة الفضاء الحكومية الروسية أن المسبار لونة 25 تحطم بعد استضامه بسطح القمر وفقا للبيانات الأولية وعشرت الوكالة إلى أن لجنة خاصة تحققه في سبب تحطم المركبة الفضائية الروسية كانت مهمة المسبار تهدف إلى اقتبار الهبوط السلس على القطب الجنوبي للقمر لدراسة البنية الداخلية للقمر واستكشاف الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه وكذلك دراسة تأثير الأشعى الكونية والإشعاع الكهرومغناطيسية على سطح القمر تستخدم فنانة أردنية الموسيقى كعلاج لمجموعة من الأطفال من دويل همم الفنانة الأردنية تتطوع بإقامة أنشطة موسيقية لهؤلاء الأطفال إمانا منها بتأثير الموسيقى الإيجابية في حياتهم للموسيقى تأثير ساحر قد يسمعها البعض ليثير لديه الذكريات السعيدة والبعض الآخر ليجبع إحساسه بالسعادة لكن الحقيقة أن ذلك التأثير يتعدى لحظات الاستمتاع فقط ويصل إلى استخدامات علاجية فعالة هنا في الأردن يتم استخدام الموسيقى للأطفال من ذو الهمم وتحديدا أطفال التوحد من خلال اللعب معهم وتعلمهم الموسيقى باعتبارها أداة للعلاج الموسيقى هي أهم أهم فن من الفنون اللي ممكن يكون فيه تدخل لحالات العلاجية للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وتحديدا أطفال التوحد من أكثر الفنون اللي فيها يعني فائدة وبتعطي على طول يعني نتائج سريعة وفعليا منحس إلها أخر جميل على الأطفال وتعد الموسيقى علما من أنواع العلوم حيث أنها لها تأثيرات على الجوانب النفسية والمشاعر فالأطفال من ذو الهمم يتأثرون بهذا النوع من الفنون فضلا عن مساعدتهم على الاندماج في المجتمع كثير التفاعل بيكون إيجابي كثير رائع لأنه بيعطيه حماس بيعطيه طاقة إيجابية بيعطيه طريقة حلوة للتواصل في البيئة المحيطة حوله وبخليه يكمل بقيت برنامج علاجه بطريقة كثير إيجابية وحلوة تفيده وتفيد تطوره أنا كأم لطفلين عندهم إعاقة تطورية وهما التنين متأخرين في الحكي أكتر إشي كثير لمسنا فرق بالأنشطة الموسيقية وبجلسات العلاج بالموسيقى أنه ساعدهم يحسنوا نطقهم يقتصدوا كلمات جديدة ساعدهم يحسنوا سلوكيات عندهم بأنهم كيف لما يكونوا مع مجموعة يستنوا الدور يقدروا يلتزموا بخوانين المجموعة الموسيقى ليست فقط لذوي الهمم فمجال العلاج بالموسيقى اكتسب اعترافا رسميا بعد الحرب العالمية الثانية في المستشفيات التي عالجت الناجين من آثار هذه الحرب واتسعى الدائرة الفوائد لتلعب الموسيقى دورا متزايدا في علاج أنواع مختلفة من الأمراض البدنية والنفسية منها الآلام المزمنة والقلق والاكتئاب والتوتر من خلال تأثيراتها البيولوجية المباشرة مثل خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس مع سارة ناجين نعود لنتابع الأحوال الجوية شكرا لكم مجاهدين هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأسنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود ليلا طقس معتدر الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية ونبدأها بالقاهرة القاهرة العظمى 33-25 الإسكندرية 32-24 مطروح 31-24 بورسعيد 31-24 والسويس 35-22 وننتقل إلى السويس 34-23 العريش 31-24 طابة 36-25 شارم الشيخ 40-30 والغردقة 38-29 ونذهب إلى الأقصر الأقصر العظمى 44-27 أصوان 45-28 الوادي الجديد 41-25 شالتين 42-31 وأخيرا مع حليب 37-29 ولا أن نستعرض معكم مشاهدين بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة